بهدف تقديم الدعم تفقدت القوات العسكرية المشتركة التابعة للتحالف مستشفى تديره منظمة أطباء بلا حدود بالمخى وظهرت الزيارة التفقدية حجم الأضرار الكبيرة التي لحقت بالمستشفى جراء استهدافه من قبل ميليشيا الحوثي ووفق فريق القوات المشتركة فإن المجمع الطبي يحتاج إلى معدات وأدوية طبية عاجلة كانت المخى قد شهدت الأربعاء الماضي هجوما جويا شنته ميليشيا الحوثي أدى إلى دمار جزئي لحق بمجمع أطباء بلا حدود الواقع قرب مخازن أسلحة تابعة للقوات المشتركة لم يتضرر أحد في المشفى وتم نقل ثلاثين مريضا وخمسة وثلاثين عاملا لكن المبنى الطبية تعرض لحريق كبير ما جعل بلا حدود تعلق أنشطتها الطبية فيه أطباء بلا حدود أكدت مشاركتها إحداثيات المشفى للسلطات المعنية وهو ما يحمل الحوثي المسؤولية المباشرة إلا أنه من اللافت أن المنظمة لم تحمل الحوثي المسؤولية واكتفت بتذكير جميع الأطراف المتحاربة بضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة الضامنة تجنب المرافق الطبية مع أن المنظمات الدولية تذكر اسم التحالف عندما يكون مرتكبا لمثل تلك الحوادث في بداية أغسطس من عام 2018 افتتحت أطباء بلا حدود مشفى ميدانيا جراحيا في مديرية المخ الساحلية التابعة لتعز يحتوي على عشرين سريرا ويعمل فيه بحسب إحصايات المنظمة أكثر من سبعين موظفا وقد وفر المشفى الرعاية الطبية الطارية للمتضررين على خطوط المعارك العسكرية لكن تدميره قد يفاقم المعاناة الإنسانية في ظل ندرة المستشفيات والإمكانيات الطبية شكرا